السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينك كرام اهلا بكم النهاردة هنكسم عبايا بيتي مع بعض القماشة بتاعتها من القماشات الصعبة يعني على فئزون ومتابعة شوية في الخياطة النهاردة عايزين نتعلم الطريقة سهلة ازاي نعملها مع بعض انا بقلب الجلبية اهو وانا عارفة ان انا عايز اخدها تلاتة يمين وتلاتة من ناحية اليسار طيب العلامة ان انا اخدها اخد الاول واحد سنتي من الاكمام وانزل بيها على تحت هاخد واحد سنتي وانزل بيها بالتدريج على تحت انا دوقتي على المكنة بشوف المكنة بتاعتي الاول اشوف المكوك اشوف الخط بتاعي سالك ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم كده قبل ما ابدأ استعنتوا بالله ولا حاولوا على قوتها الا بالله اشوف المكوك بتاعي بجهزوا اعملوا لايك فضلا وليس امرا الفيديوهات دي مهمة جدا جدا لاي حد ازعمل مشروع الخياطة سواء في البيت او سواء محل انا هنا هبتدي من الاول خالص على بعد واحد سنتي وهختبر المكنة بتاعتي كده لو هي ماشي على القماش هشتغل على طول مفيش اي مشكلة تمام اهو بس حبي القماش بتاعي كده لان هتلاحظ انه بيشد معك طيب اهو شفتوا بقى انا قلبتي كده ما ينفعش ان انا اكمل بالطريقة دي في غرزة مفوتة مش مفوتة معدية اهو بصوا غرز بدأت صغيرة وفي غرزة منهم اه كبيرة شوية بصوا لا ده كده ما ينفعش مقدرش اسلم شغلي بالشكل ده طيب انت هتلاقيها بتخيط لكن لو ركزت فيها هتبص تلاقي انه لا ما ينفعش اه هنا بقى هبتدي اولى الخطوات التجارب بتاعتي اضيق العيار شوية مرة اضيقه مرة اوسعه واختبر اه بصوا لما ضيقت العيار الابرة هتبتدي تقطع معايا مش مشكلة خالص هلضم الابرة اهو تمام اضيق كده لأ حاسة ان هي هتشد القماش وبرضو مش هتدين الغرز المناسبة برضو مش لطيفة حاسة ان هي لأ مش كده مش هينفع لأ كده مش دودة ومسافة ما اه تتلبس هتطق من كل ناحية تمام اه اشيل بس الخياطات الزيادة وابتدي بقى اعمل ايه اشوف البدائل يعني ابتدي بقى اصقص ورق ابتدي اشوف اه شريط اللاصق بتاعي طيب انا كده وسعت الهيار اه برضو هتقطع معايا كل دي تجارب لازم يعني بتعمليها لان ممكن تثبت معاك في واحدة منهم فما تبقيش محتاجة ان انتي تشوفي حاجة تانية طبعا اه ولادي سابوني وانا عمالة قلضم بصوا بقى اهو انا كده مساعة بس انا غير راضية عن الخياطة يعني انا غير راضية عن الخياطة انا من الاول عارفة ان القماشة فيها حبيت شغلي لكن لازم اقول لك على اللي انتي هتشوفيه او هتمر بي تمام طيب انا هبدأ من الاول من الاول هنا لانه حاسة ان خياطة مش اه مرضية خالص وابتدي بقى اسقص هنا في الورق طبعا الاول جرايد لكن دلوقتي ما بقاش فيه جرايد فبتطر بقى اه اسير فرقة كراس كده من ولادي او شريط اللاصق يكون رفيع اللي هو الورق بس يكون رفيع اللي عندي عريض قوي بصوا انا هبتدي بقى خياطة هنا هتزبط معاك مية في المية وهتديك خياطة مريحة وجميلة وبعدين تشيل الورق مفوش اي مشكلة لما تشيل الورق مش هتفك الخياطة منك ولا حاجة ودي يعني هقول طريقة مش جديدة دي طريقة دي مجدا جدا بقى لها عشرات السنين امهاتنا وجداتنا كانوا بيتتبعوها في الخياطة لان المكن اه كان سنجر فما كانش بيمر على الامشة دي تمام هتقولي لي يا مو عبدالرحمن في مرة قلتي ان الخياطة او المكن الصناعي بتمر في كل الامشة اه ده صحيح بتمر في كل الامشة بس برضو لازم يكون عندك تنوع عبارية يعني يكون عندك اه كزا نوع ابرة القماش اللي من النوع ده بيحتاج ابرة رفيعة شوية وانا مش عندي دلوقتي يعني انا بستخدم رقم اربعتاشر اه ما بغير هشغر كل كم شهر بصراحة لما بتتكسر او تتاوك تمام خلاص خياطت الجن ببتدي اخد كده من اسفل تانية عالتانية طيب انا هنا ما حطت شي لورق ولا لازم ولا اي حاجة ليه لانه من تحت متنية فلما بتنيها تاني القماش بيكون تقيل فبيمر بسهولة جدا 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 اهو خدي بالك وانتي آآ بتكسمي بتنزلي آآ اتنين سانتي وبتنزلي على ما فيش على ما فيش ما بتنزليش لاخر العباية عشان ما تدايقش العباية من تحت في الخطوات تبقى متعبة لا انا ما بجيش ناحية الخطوات خالص وبنزل بالتدريج على ما فيش تمام هنا بعمل بنزة عشان ارفع بها القم لان القم مش حسس يعني مش حسس انه محتاج اكتر من آآ اتنين سانتي ودول ممكن يجوا في البنزة اهو هتقطع لاني ما استخدمتش لورقة ولا شريط لاصف تمام يبقى ده كده استخدامنا للورق بقصه بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه وافضل اقطع منه وانا محتاجة منه كده على المكان طيب عندي ازدال في زون ازدال في زون الازدال متعب جدا ازدال استعداء نفس النتيجة او نفس المتاعب هتمر بيها طيب الاول انا باخد القياس بتاعي شايفين الفيزون انا باخد القياس بتاعي بخلي الازدال على وشه ضروري جدا اهو وهتر ايه عايزة منه حوالي خمسة سانتي خمسة سانتي لو لاحزتي هنا بصوا تانينها تانية المصنع تانية سيئة جدا جدا ومعوجة جدا جدا بصوا سيئة جدا طيب انا محتاجة هنا المسافة دي لو انا شلت الشريط المعوج ده هبقى محتاجة اربعة سانتي اهو ولو انا است من اول الشريط هيبقى خمسة سانتي لان ده متني حوالي سانتي اهو بالشكل ده هيبقى خمسة سانتي فانا هقيس على حزبة الخمسة سانتي من اول الازدال لازم يكون معي المرك لازم اعمل خطوة دي يا جماعة اهو الخمسة سانتي بتوعي وما يعني ارجوكم ممنوع الملل في الموضوع ده بالزاد لازم تمشي على كل الازدال علشان يديكي قياس مضبوط الفيزون بيلف عن مكنة وممكن تنخدعي في لفيته او ممكن تقول لازم انا بقى لي فترة بخيت وانا مش محتاجة للتفاصيل دي لا واحدة حتى الشريط اللي انا بشيله بشيله من جنب واحد ما بحطش الجنبين على بعض لان ممكن انا بقص الجنبين على بعض الاقي طرف منهم اكبر من طرف شوية وقت زيادة تديكي شغل مضبوط ووحيرة فيه جدا بصوا اهو نسينا نعمل لايك زعلانة منكو جدا انزلوا اعملوا لايك الفيديوهات دي مفيدة جدا جدا ومش هتلاقوها بالتفاصيل يعني بش اقول المملة ولكن التفاصيل دي ابدا في اي حتة فقط مع ام عبد الرحمن في خياطة وتدبير واعادة التدبير او قناتنا التانية الخياطة اسهل مع ام عبد الرحمن طيب انا باتني تانيتين على فكرة يا جماعة قناتنا التانية ما بتعملش فيديوهات مكررة هنا بنقدم فكرة وهناك برضو بنقدم فكرة تانية خالص يعني الاستفادة مززوجة ده اللاصق اللي بقول لكم عليه الورقي انا باخد اه الرفيع منه لكن ده عريض شوية بصو انا بعمل كده اهو وابتدي اخيط طيب قدمينا فكرة كمان يا ام عبد الرحمن مش بالضرورة بس يعني ايه الفكرة تانية اللي ممكن نعملها على الورق هقدم لكم الفكرة دلوقتي حالا اعمله لايك نزلي حالا اعملي لايك وترك لنا تعليق هيفرحنا ويحفزنا ونقدم لكم دايما افكار جديدة وجميلة الخياطة جميلة جدا اهي بصو المهم شايفيني علامة المارك معايا هي دي دليلي وانا ماشي على القماش طيب الفكرة التانية اني اخد شريط اللاصق ده واحطه على مشت الابرة بصو اهو بطلع كده الورق بتاعي والخياطة مستمرة ما عنديش اي مشكلة طيب وانا بدور عليه اهو 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 وبشيل الورقة زي بصو بصو سهلة جدا جدا والخياطة زي ما هي تمام اهي اهو شايفين دي خياطة بتاعتي جميلة جدا هم حاجة ما يكونش فيها فراغات ولازم اوسع العيار عشان هي مجدودة شوية طيب ده اللاصق بتاعي اللي انا هحطه على الدواسة دي ووقتي شلت منه حتة برفع كده المشت بتاع الابرة بتاعي ممكن تحطيها على مشت الابرة ممكن تحطيها على اسنان المكنة يعني تمام ممكن تحطيها من هنا او من الاسفل بس هي لما بتتحطي من الاسفل بتطلع مع القماش على طول فكده ممكن تمشي معي على طول بصوا اهو ودليلك زي ما قلت لك اللي انت حتى صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام لهم صلي وسلم مبارك عليك يا رسول الله بصوا يا جماعة اهي شغلة معاك زي الفل ما فيش اي مشكلة عندي اهو هوريكو دي ووقتي الخياطة بتاعتي زوم وتشوفوا قد ايه جميلة وما فقاش اي فراغات شغلك لازم يكون بالطريقة دي الفيديوهات دي تعليمية من الدرجة الاولى وهتفيدك جدا 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 اهو بصوا بقى الخياطة هي دي الدرجة اللي احنا عايزين نوصلها هو ده الجمال اللي احنا عايزين نوصله بصوا اهي شايفين كده بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله